ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع فالخالق البالي والمصور الله فالخالق البالي والمصور الله الناس ينتميسهم في الفقر في العبادات وفي المعاملات وهم لديهم الفقر وهم يأتي من جهد كيف انت في بلدك عين لا تبينك وكيف انت في ولا تكعين ولا تبينك تعالى مهلا قد تسرى وحيان الى الثلاثنة وحيان الى مهلاً وحظه الى سنة و لكن المشاركة الأمر حيان الى مهلاً وحظه الى المشاركة شيء مهلاً وحظه الى مهلاً وملائي ترجمة نانسي قنقر 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 جزيلا الترجمة يعني كنا أمالية إلا أتوقف الأخير هذا ساعة بسم الله أحمد رحيم الشيخ قال أنه لقد فتح المسكين عن المسكين وقال أنه كان مستعداً لنسكين حتى المسكين عن المسكين حتى المسكين عن المسكين لذلك الشيخ حفظ الله بدأت بإمكانك بإمكانك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه قال وحسن جزيلا أمام أحباً ومقائي في هنا معكم ومقائنا وله أشهران قال هذا هو حقاً وهي ضعاً وإيضاً ومقدرة مما يبنى القوى ويرتوح لقاء أنه تجاهزة عيشة ويكون شعوراً وقد قال إذاً لو أنهم من المسكين ومن المسكين وهي فهي صدر ومن المسكين لأنهم لديهم سيحة لديهم حفظ لديهم حفظ أقول بأن الزواج من سنن المرسلين ومن الأمور التي فطر الله عليها الخلق حتى يعيش هذا الإنسان الجنس الإنساني على هذه الأرض إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائفة في الأرض وقال صالح لقومه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وغير ذلك مما أراد الله من الإنسان أن يفعله وأن يقوم به فهذا أمر مطلوب من المسلمين وجعله الله غريزة في الجنس البشري من ذكره وأنثى ميل أحدهما إلى الآخر وقد جاء الشرع الحكيم ومرت بهذه الحالة الغليزية في الإنسان مرت بأطوار على مر الأمم مرت بأطوار على مر الأمم ومع هذا جاءت الشريعة الإسلامية لتصحح ما على ما علق بهذه العلاقات بين البشر على مر التاريخ جاء في دين الإسلام إقامة الزواج على أحسن قواعده وأحسن ما هو عليه على أحسن ما ينبغي أن يكون عليه أشتاد لكم دقيقتين مرت بأطوار على مر التاريخ كذلك إذا كانت أعلم أحسنًا أحسنًا من الأحسن أنه قالت الله عز و جل ليسيطاً خليفة میصرين م disponibil في أمسطن المير أحسنًا وضع هذا هذا مجنة تحصل اشتركوا في القناة الأممان والبطوة العديد من الأفضل المبسرين والمبسرين 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 والليلوح الوقت وقال في ذلك الوقت أن الشيخ طلب تعذجت الشيخ لما يجب أن يكون عندما فرشناً تترك بنا في الوصف و سوف يتعود شكرا 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 10 generations there were 100 years they were living upon this condition until and at that point shirk polytheism became manifest among them and then at this point allah azza wa jala send noh alayhi salatu wasalam to address this problem ثم وهكل وهكل حتى خطبة الشرائع السماوية بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فشريعة محمد هي أكمل الشرائع وأتمها في كل مجال ونحن في مجال الزواج والتزوج واختيار الزوجة وغير ذلك من الأمور جاءت القواعد الشرعية والأحكام المرعية على أحسن ما يناسب فطرة الإنسان على ما يناسب فطرة الإنسان وخلقه وأنه يعيش أحسن ما يعيش مخلوق على وجه هذا الأرض تكريما له كما قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا أن الله أكبر هذا هو جيد هو جيدة جميع الشرائع التي اختصتها من الله وقد قال نحن نحن نتحدث عن الوصول نحن نتحدث عن العمر وقد قال حكام الغرم المتحدث عن الوصول المميزة المميزة الغرم المميزة من كل الشرائع مميزة لأنهم يجب تفطر المميزة الرئيسة من الناس وهمهم أكثر من جميع الناس الماضيين وما يتعلق بالأخلاق وما يتعلق بالمحالم بغير ذلك فكان كما قال في حديث عائشة كان الزواج على عشرة أنحاء منها أن تجتمع المرأة مع عدد من الرجال فتختار واحدا منهم ليكون هو رجيعها في هذه الليلة مثلا فبعد أن يتم هذا تأتي بولد فإذا آتت بولد دعتهم مرة أخرى وألحقته بواحد منهم الذي يسبههم فتقول هذا الولد ليس عليه شبهك أنت يا فلان ولا أنت يا فلان ولا أنت يا فلان ولا أنت يا فلان وإنما شبهه عليك أنت يا فلان فهو ولدك وترميبه إليه يستلمه ويكون مسؤولا عن النفقة عليه وتربيةه إلى آخر كان هذا نوع من أنواع الأنكحة ومن أنواع الأنكحة بالجاهلية الشغار يأتي الرجل إلى الرجل فيقول زوجني موليتك وأزوجك موليتي على غير مهر يكون مهر بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى ومنها أنه يزوجه أياما أو أشهرا أو أسابيع ثم يردها إليه ومنها أنها تختار واحدا من الرجال الذين تميلوا إليهم فيكون هو زوجها ما شاءت فمتى أرادت طردته واختارت واحدا آخرا بدلا منه وهكذا أمور الجاهلية لا تنتهي والباطل لا يبنى عليه إلا باطل لكن الشريعة المحمدية الطاهرة الكاملة جاءت بأحسن الأحوال وأفضل الطرق الشيخ حفظ الله went on to say that after this, this sharia of Muhammad صلى الله عليه وسلم he addressed the affairs that needed addressing from the period of ignorance and he said that it addressed those things to do with character and those things to do with the muharramat and akhlaq and also character he said that at the time of Jahiliyyah there were different types there were different ways in which people would marry and he mentioned some of those types he said that one of these types is when the woman would have a number of husbands she would have a number of husbands and she would choose which husband she would sleep with on that particular night and if she were to become pregnant when the child were to be born she would look at the child and and she would look at her husbands and she would choose which one would be the father which one, if there was a similarity between them this is one of the ways in which the people of ignorance would marry and another way in which they would marry would be the temporary marriage where a man would marry a woman for a specific time and after that time they would get divorced and another way in which they would marry is that the woman would choose one man with whom she would marry for a limited time the shaykh went on to say that this is baatil this is falsehood upon falsehood this is a compound falsehood and the sharia of Islam it came to destroy all of this and it came to bring a complete way of marriage but it came to bring a complete end of the marriage after that from the on-one-he to the last-of-life of his mother who said to the on-one-hi salallahu alayhi wa sallam "'La نكاح إلا بولي وشاهدي عدل' "'La نكاح إلا بولي وشاهدي عدل'' فعليه يعني أن الولي شرط وركن من أركان النكاح ولا يتم إلا به ومنها أن الزوجة لا تكره على أحد لا تريده ومنها أن الزوج لا يللم بزوجة لا يريدها ومن هنا جاء الاختيار اختيار الزوجة واختيار الزوج والرجوع إلى الزوجة في الزوج هل تريده أو لا تريده ومنها أنه هل يراها أو لا يراها كل هذا سنفصله إن شاء الله في النقطة التالية The shaykh said that after this the ahkam or the detailed rulings about marriage were revealed He said for example the Prophet ﷺ said that there is no nikah there is no marriage except for with a wali except for with a male representative of the woman and two just witnesses The shaykh said that this is one of the conditions of marriage the marriage is not complete, it does not take place except for with this male representative of the woman and he said that also the soldier, the wife she is not forced to marry someone that she does not want to marry and he said, he went on to say that this is where the ikhtiyar this is where choosing a partner comes into the way in which, the Islamic way in which to get married and he said, and one of the questions is, is it permissible to see each other before they get married He said all of these things we are going to discuss next and they say first do not if the judge will be contributing to a woman وقد يعطي أهل الزوجة فرصة للزوج النظر في الطلب فيقولون بعد أسبوع بعد عشرة أيام شهر نحل ذلك ولد عليك بنعم أو لا فعندها لا يجوز لك يا من علمت بأن هذا الرجل خطب هذه الفتاة لا يجوز لك أن تتقدم لخطمتها ويمخطوبة وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تخطبها حتى إما أن يعطوه ويوافق أو يردوه فعندها تقدم أنت لخطمة إذا ردوه أما إذا كنت لا تعلم أنه خطب لكن لا تدري أردوه أم لا فإنه لا يجوز لك أن تخطبها حتى ينتهو إما أن يقبلوه أو يردوه إما أن يقبلوه زوجة لابنتهم أو يردوه إذا طلب الخاطم أيان أن ينظر إلى الزوجة فإن هذا النظر يحتاج إلى ضوابط لا ما عليه الناس الآن من الخطأ في قضية النظر أولا النظر ليس بواجب لهم أن يقولوا لا لا تنظر إليها هذا الشرط الأول اكتبوا عندكم يا أخوان اكتبوا لا تستمعون هكذا بدون الكتابة يعني أنك أنت إذا خطبت تريد أن تنظر إليها لهم أن ينظروا في هذا الطلب فإن جاءوك فكيف هل تكون عالمة بأنك ستنظر إليها أو لا تكون لا اشترطا لا تكون عالمة بل تنظر إليها ويلا تنري أنك تنظر إليها يعني يوفر أهلها لك وسيلة تنظر إليها من حيث لا تشعر هذا الأول تنظر إليها من حيث لا تشعر هي والثاني أنها لا تتجمل لأنك تريد أن تنظر إليها على الطبيعة يعني أيقظها من نومها وأرسلها تأتي بحاجة وهو ينظر إليها من غير ما تشعر من نافذة أو من شرفة أو من غير ذلك ينظر إليها وإن لم تتغير بعد نومها لم تضع مكاييج ولم تضع شيء فتذهب وتذهب إلى الحاجتها وترجع تنظر إليها ذاهبة وراجعة من غير ما تشعر لأن الفتاة يا إخواني نحن جربنا هذا وعرفناه من خلال السائلات تقول هل أنا يعني بقرة كل يوم يدخلوه علي واحد ينظر إلي الموظون أنها لم تعلم أن أباها دخل عليها أحد ما يجوز أن يدهر إليها سعدني تزيني هذا الخاطب داخل دخل وخرج أنا مع السلام ما تصعو لي بدأت دخل الثالي دخل الثالي لا هذا غلط هذا غلط وخطأ إنما يقال لوليها إن الزوج هذا الخاطب لا ينظر إلى ابنتكم أنت وافقون فإذا قال نعم وهي إلى الظروف من غير ما تعلم هي لأنها إذا قيل نظر إليك وتركك أصيبت بالإحباط والمرض وبعضل أن عذبت عن الزواج نهائي لما نظر إليها مرتين أو ثلاث وقيل له إنه ذهب وتركك تقول لا أريد الزواج نهائي أنا أبقى في هذا البيت حتى أموت ولا أجلس كأني بغرة كل يوم واحد يدخل علي واحد يشغني لا فأنتم معاشر الأبية ومعاشر الإخوة تقول للناس هذا غلط أن بنتك تخليها تجمل وتخبرها وتزين وتجيك القمر ثم إذا باتت عنده ليلة أو ليلتين رجعت إلى طبيعتها حتى أن واحد تزوج قال يا أخي لما دخلت عليه بعد الغسيل وبعد الغسيل والصابون والشام وذهب عنا كل الأصباب قال من أنت؟ قالت أنا زوجتك قال لسي هي قال لي خرجت غير كامي أخرج عني أنت هي فذهبي لأهلك فجاء الله لماذا تضرب بنتنا؟ قال يا أخواني تتغيرت عليك هذه أمرأة غير الأولى الأولى كانت مطلية بالمكانيج ثم بعد ذلك تغير عليه في يوم يومين فهذا خطأ الناس في هذه القضية عند النظر يحددون لها يوم وتزين وتجمل وتخاف وترجى وتتخب بعضها تسلحي مسكينة ما تكلم كلمة والدم يعني يخلو وجهها من الدم من الخوف والوجل من يرضى لبنتي هذا؟ إلا يدلك على النمو ليس هذا هو الشرع الشرع إذا طلب على الزوج تقول نعم تأتيني في الوقت فلاني ونجعل الكناب إلا تراها من حذنات أشعبه إلا أعجبتك إلا تروح ما حدر عنك ونقلنا لها إلا الزوج جاء ولا رج إليك وقال إنها لا تصلح لي هذه من يتحمل لها ضعبة طولنا عليك في الترجمة الموضوع واحد موفي عليه تفضل موسيقى assid to the people of the wife that the person proposing should be given the opportunity to see her. He should be given an opportunity to see her and then maybe given a week or ten days after that to answer. So they should see her and then give an answer within a week or ten days. He said that it's not permissible if someone has been to see a woman for marriage. إنها لايم JUDY阻 Где꼬도 إلى ا дней اخرى و أقدم إطاره لأنها لايمتل تگه لحدها لشرية لما لا يعرف أنها أنها قبلًا مستفعيل من المحتوى. إذا قالت أنها قبلًا تعالى فهذا كان يسرق بشكل مستفعيل. ليس لقام مستفعيل فهذا كان يحضر بشكل مستفعيل ولأها قبلنا لقام مستفعيل أيهاية Philanotte فهذا كان يسرق بشكل شيء. لإنظر في الصواة والحياتات ، لرحية كلها. إذا فهذا كان عندما يقولون أنها قبله إلى مستفعيل لم يكن من فرما هو أن هذا السيخ لا يزال دي في سيارة أصبحت تلاحظ هذه الفرصة لا يزال بسببها لا يزال في المساعدة ولا يزال بسببها والبسيخ ألخaber إن جائبوا مقيف أو إيقافتها so the sheikh is asking you that question and then he went on to say that when a brother goes to see a sister it should be the case that she doesn't know that she's being looked at it should be arranged with her wali to see her through a window and she should be seen in her natural state because he said the danger is if she knows exactly when it will be she will beautify herself and she will make herself look fantastic and look non-natural so he said that she should be seen through a window or in a non-evasive way without her knowing and then he went on to say the reason behind this he said the reason behind this is because she might be seen by several men and it might go to the extent where she sees four men, five men and then she starts asking her parents or her guardian what am I, am I a piece of cattle, am I a cow why are these men coming and looking at me and inspecting me so it might even put her off marriage and he said that this is a great mistake he said that she shouldn't be aware of the man coming to see her also so that the man will recognise her properly he said it might be the case where a man goes to see a lady and she's beautified and then after the wedding when he marries her he asks who is this because he doesn't recognise her and then he'll say to the people I don't want to marry her and they'll ask why and he'll say it's because she isn't the one that I saw because he won't recognise her because she was made up then and she's not made up now and he also said that that if she knows if the time and the date is specified she will blush and she may get embarrassed he said the Sharia of Islam it came to organise all of these things and to tell us how to do these things in an appropriate way and to tell us and after that after that after that من شروط النكاح سلامة الزوجان من الأمراض يا إخواني هذه القضية قضية الرقد الرقد مراجع الأولياء يزوجون بناتهم وهن بهن أمراض إما أمراض جلدية وإما أمراض عقلية وإما أمراض رائحة يعني فمها لها رائحة فمه له رائحة منتنة وإما أمراض عقدي عقيدته فاسدة لا دين له لا يصوم لا يصلي لا يعرف من الإسلام اللجمة فقير فيه المرض العقلي فيه المرض ويخفون هذه الأمراض ويزوجونهم على أنهم سليمين وإذا اجتبع وإذا الزوج فيه خلل فيه مرض والزوج فيها خلل وفيها مرض يا أخي الزواج مثل البيع إذا تبع عليه هذا الكاس تخبرني ما فيه من العيوب في كسر في خراب في كلا في كلا تبع عليه هذا الطعام لا تخبرني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صاحب طعام ووكل كثير أمامه أدخل يده فيه وإذا به بلد من المطر قال أنا ألا أخرجته على أعلى حتى ينظر المشترون أنه وصابه الماء ما يجوز الإنسان أن يخدع وخاصة في الزواج اللي هو عقد قرام عقد حياة عقد حياة قد لا تدوج في الإنسان الإنسان أو هذه الإنسان في العمر إلا مرة كيف أنك أنت في بنتك عيب لا تبينه وكيف أنت في ولدك عيب ولا تبينه تبلى الناس بعيوب ابنتك وابنتك ما يجوز هذا شار براه من العيوب ما في عيب في لسانه لسانه يتكلم فصيح ما في عيوب يسل اللعاب على جانب فمه عيونه لا يصر إلا بعين والولا الأخرى لا يصر بها ومع هالي جودي خلاص تم كل شيء ما يجوز هذا الحرام هذه خدعة هذا غش شكرا للمشاهد لماذا يفعل أن تكون أنه مخالفة ومثلت مع بقية ومثلت معه اقيدة يقول أنه يفعل أن يكون مخالفة بقية وتقول أنه يمكن أن تكون مخالفة وتعرف أن هذا المساري لديه ليس له علم أليس للمسارة أليس لنهبع أليس لنهبع الإسلام يقول أنه صحيح أن يفعلون أن تكون هذه الأشياء إذا تغيير هذا التأثير لنهجم الواضحة التي تسلطها أن تحسيرها وقاله بأن زواج مراريك تنبعها والسلطة إذا كنت تقريبه وإذا كانت تجريره وإذا كانت تخبره حتى حتى أخبره أو حتى حتى وإذا كانت تخبره يجب أن تحققه ومن ثم يقول عن حديث منه سيكون طريق مُساعدة وقامت في ماركة و هناك بعض الاريخين و هناك بعض الاريخين وقامت طريق الهاتف وقامت طريق الهاتف وفي مدد المكتب تغطي وعندما كان مستقر وفي موازورة وفي مكان التغطيب ولكن كانت خلال الهاتف بسيطة أبدا ذلك يمكنك بعض الهاتف ومتعرف ما يرون يكمله ما يشترك ينيه خطويا يريد أن تحيييييه إنه ليصلا أيها الأخوة، هذا الموضوع كبير جداً ويحتاج منا إلى وقت كثير ولكن بما يتبقى من الوقت يكون للأسئلة بهذه المحاضرة وبالمحاضرة القادمة نواصل من حيث انتهينا إن شاء الله تعالى فإلى الأسئلة الآن الشيخ قالوا أن هذا موضوع كبير جداً وقالوا أنه ستأخذ الوقت وهذا موضوع كبير جداً لتحدث عنه وقالوا 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 وقالواه أما بعد فإن سوف نتكلم في نقطتين النقطة الأولى تكمين درس اللي مضى وهو الجواج بك عندنا نقطة نقطة كثيرة مهمة نختار ببعضها ثم بعد ذلك نصير إلى موضوع تربية الأولاد في بلاد الله فتفضح so the noble and respected Shaykh Saleh Qaim Asalem ح KabulHHHH he began by praising Allah SWT sending peace and blessings upon R'asool Allah SWT and peace and blessings bothpa the Prophet SWT and his companions and then Shikh Saleh He mentioned that we are going to continue from the lesson وقد أقلت يواجه إلى الملاحظة التي يزيد الطبية جانباً ، سيكون مرحظة إجراء المرحظة نحن في الانتصال مضيفة إلى الانتصال سنحن نتبه إلى بعض المؤسسات أخرى التي سيحيح سالح فقط تشتغل لأنه يوجد بعض الأشخاص أهمية على ذلك الأطباء ثم نتبه إلى الانتصال ثم نتبه إلى الثاني الثاني المعارضة بما يتعلق بالزواج مما بقي من المسائل التي تتعلق بالزواج نقطة الاختيار اختيار الزوج اختيار الزوجة يجب على الولي ان يختار لموليته الزوجة اختيار الزوج المناسب لها بأن لا يضمها وأن يكون كفاء لها في دينها وفي كفاءتها وفي أمور عديدة أن يكون هذا الزوج كفاء لها ما الذي سنحدث الآن هو المتحدث من اختيار الزوجة و كيف يختار الزوجة؟ حقا وكيف يختار الزوجة؟ وكيف يختار الزوجة؟ يجب أن يكون في حقا على المدينة وفي حقا على مئة أخرى كيف يختار الزوجة؟ وكيف 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 يختار الزوجة؟ يختار الزوجة؟ في مرحلة الزوجة أو لا أمسك بشأنها شخصة أمسك بسيطة مان أمسك بشأنها لأنها تشعر بها فهر معاوية بها شخصة أمسك بها هي بها سيلنة أو يمكنها بها أيضاً كثيراً مثل إذا كان لديك شخصاً لأنها أمسك لذلك تريد أنها تشعر بها أو بها حافة لأنها تشعر بها تقيد البكر الثيب بالنطق وهذه البكر بأن تسكت أو تضحك أو تبكي هذا أيضاً هذا شيء يمر بحياة الناس من مجتمع إلى آخر وفي زماننا هذا المرأة تركت هذا التمنع وعدم الكلام والاستعياء من الناس من أهلها من وليها أما اليوم فإن البكر والثيب والتقاربتان بأنها تنطق صراحة إذا كانت تريد وتنطق صراحة إذا كانت لا تريد أسألها بشهدتين بركعت النموات تحرير ذلك إذنها ثم أعلم وحاول ما أعتد موجودة ومجتمع التقدم بشكل مهمony مع أقل المحفظ أو أخحاب أو أحد أخواني أو أخواني أو أخواني وأعلم المحفظ إذنها أعلم مع مخفظ إذا كانت هبان تم أحنًا وهذا خلال الآن، أو خلال الضغط بشأنها ، أو خلال الظغط بشأنها مجبو يل好قهاتك ، وبق� تشغيل ، أثناء تشغيل قد تشغيل أن تشغيل أن تشغيل بأمر خلال لديك أختيت بأمر وخورها هذه الأشعال العامة ، والمثال وصلة للخصص ، وما أنها تشغيل أنها مزيدة بالأمر هذه الأشعال في دائما الذي تشغيل جميلة في عامة مختلفة وانتعام أنها تشغيل مختلفة في مختلفة وأعتقد أنها تشغيل مختلفة نعم أتعلم بأنه لا ينوز الافتياط عليها بأكل مهرها القبل وليها لا أب ولا غير ذاب المهر كله ملكها ونحن نرى أن المسلمين يختلفون من المكان إلى آخر والعادات القبلية وغير ذلك بأن يقول للأبي مثلا من مهره عشرة وللأم عشرة وللعام خمسة وللخالة ثلاثة يعني حسب المجتمع اللي يعيشوا به هذا التقسيم خاطئ هذا التقسيم خاطئ وهو ملكها إن شاءت تعطي أحد وإن شاءت منعة أحد كذلك تصرف الوالد بمهرها أو الوليد بمهرها بأن إذا كان قريبا له يقول لا نريد مهر لا نريد إلا دهما واحدا ريالا واحدا دولارا واحدا يكفي ليس هذا ليس مهر حقه حتى يتنازل عنه تنازله وهذا يعتبر خاطئ وظلم لها وهي التي تنازل أو لا تتناسب إذا كان هذا قريب أو من جماعته قال نحن لا نريد منكم شيء نريد قربكم ولنريد إلا القليل القليل اللي يسمى مهر حتى إن شاءت تخلص من فكرة المهر إذا هذا المهر يفقى كاملا بيدها وهو ملكها إن شاءت تسقطها وإن شاءت تسقط بعضها أو لا تسقطوا شيئا منه لا أريد مخلص منها والداد ست так بعد والميد السلاح ست هذه المُّّ seventeen والبواية ست هذه المُّل والدع يمكنك هذه المُّ chilled والله المُّ يمكنك هذه المُّل به هذا كل الإمفسار بيظام السيح أيضا هي لبني على مّاتها وها كانت اجهوا تصوّث عنه إنما يطابق من بال selves تعالىожет تقول تصوّث عن المّات أو بزراغ هو مّلوك گفت لهم هذا تعمل وهذا ما كنت تفعلها ما خلالها إذا ستقررها محفة ويساعدها فهذا لا تفعلها لا تفعلنا ما اليوم الذي أخبره نحن لا تريد أي ما خلالها أو ما خلالها قبل أولا أحضر هنا أولا فهو أفضل قلالها لا ، المحف جميعا إلى المتابعة ويأتي فهذا وليس أمرها فقالها ماذا يجب أن يستخدم؟ أو غير ذلك كل هذا يتبين بالنقاط التالية أولا الشروط التي تكر في العقدة يجب الوفاء بها ما لم تكن أحلت حراماً أو حرمت حلالاً المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً ثانياً إذا اشتراطت عليه أن تعمل ويجب عليه العمل بهذا الشرط قالت أنا أريد أن أتوقف أو أكمل دراستي فنعم لها هذا الشرط إذا وابق عليه وعقد عليه العقد فإنه يلزمه الوفاء أما المرتب الذي تأخذه الزوجة فليس للزوج شيء منه وَلَا يُسْطِقُ نَفَقَتَهَا بَلْ نَفَقَتَهُ نَفَقَتَهَا على زوجها وَلَوْ كَانَتْ تَعْمَلْ فإنما تأخذه مخاطف للعمل للتدريس أو للعمل أو لأي غير ذلك فإنه ملكها لأنه وابق على عقد العقد عليها بشرط أن تعمل أما إذا ربط في العقد فليس لها أن تعمل لقد قال لا أنا لا أرضا تتوفى ولا أرضا تأخذ مرتب ولا أرضا تشتغل في الخارج في السوق أو في المدل البيت أو في المستشفى أو غير ذلك فالأوابق عليه ليس له منعها من ذلك نعم إن لا يمنوع الشيئ أيضا Okay, with regards to the marriage contract itself and the conditions which are stipulated in the marriage contracts مثل some marriage contracts we mentioned في هذا الماضي أولاً المترجم لإمكان ما يشاهدونها الفيديو الأول مهمة أفضل أن المسلمين يجب أن يتحركوا على عملهم حياتيهم يجب أن يتحركوا ومحنون ويجب أن يكون هناك فإن كانت يجب أن يكون لكي يملك ما يملك ما يوضع يجب أن يستمر كل شيء بالمشارع الذي يحضر الصعامه لا ت RESPONT تبع شيء من طريقة الفراء وتم 유فيد السلام والأمان و إيقاف العلاج الأخير يجب أن يؤدي بالتصالح أكثر قد منات بإعادة إذا لدي المؤسسات يجب أن تريد لن تزاري then if the man agrees to that if for example the man agrees to those stipulations in the marriage contract then that condition has to be fulfilled and it has to be stuck to also for example if she does work if that money which she gains from her salary that is to be kept by herself وليس يوضع لجل أمام كيفية وليس أماما بعدها روضة فى فاله فى فالفعصاب بإمكانه ان يحصل بها مستوى فى مالك وليس أمامها وليس طبعا فى فلو يetersاعدت هذا فى إليس حدث فى إذا لم يمجرم فى مالك فى إليس حدث إما فى مالا لا يريد هذه الأمر فا painting لا يحتاج إلى العمل لا يحتاج إلى العمل ثم إذا كانت المتحدث في الموضوع ثم المتحدث يجب أن تتحرك إلى الموضوع في الموضوع يحرى يحرم يتزوج يكرى يتزوج يباح يتزوج هذه الأحكام الأصل أن الزواج سنة من سنن المرسلين وأن الناس يختلفون بالنسبة لهذه السنة منهم من تكون هذه السنة واجبة بحقه كالذي يخاف على نفسه الزنا رجل كان وامرأة رجل كان وامرأة يجب عليه ويبادر إلى الزواج إذا كان يخاف على نفسه الزنا بالباحثة فإنه يجب عليه أن يتزوج أما إذا كان يستطيع أن يسير في حياته من غير أن يقع في الإثم وفي الباحثة رجل كان وامرأة فإنه يستطيع لقوة إبادة للزواج وهو من سنة المرسلين لا من أجل 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 فهو كراهية الزواج لمن يشبب له مشاكل لا يستطيع أن ينفق ليس عنده طاعة جسدية ولا طاعة مالية فإنه يكره بحقه الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معسر الشباب من يستطيع منكم أن يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فيكون يكره لمن يعجز عن القيام بلوازم الزواج بلوازم النفقة أو عنده مانع من ناحية القدرة على القيام بواجب الزوجية أما الحكم الرابع فهو المحرم يعني يحرم عليه أن يتزوج إذا كان لا ربة له بالنساء وإنما يخدعها بنفسه ويحبسها عنده وهو لا يستطيع فهذا في هذه الحالة يكون الزواج محرماً أو يكون زواج ملحياً عنه كزواج الشغار وغير ذلك من النجليات الممنوعة شرعاً فإنه يكون محرماً أن قلت أن الصرف الخامس هو المباح وهو الإنسان الذي ليس عنده قدرة للزواج يعني ما عنده رغبة في الزواج ولا عنده رغبة في النساء أبداً لكنه يريد أن تكون مؤنسة له في بيته أو هي ليس عندها استعداداً لاستقبال الزواج لحاجته الخاصة ولكنها ترغب في الاستئناس وخدمة هذا الرجل لتكون معه في بيته وفي حياته ويعني هي وإياه يتفسحون ويسابرون ويجلسون في هذا البيت بأنس وسرور فهذا يسمى زواج التأنيس وهو جائز عند العلماء إذا اتفق الزوجان على ذلك علم كل منهما بالآخر فإنه يجوز لهذه الحالة ويسمى زواج التأنيس انا اشتركهم نصاب دانية أحضر فإنه سرورة يعني زواج المحارب ويسبر لماذا سرورة أحضر لكي يجب Studentimbal فإنه يجبني كحسيران لكن الزواج المحارب لان منها مثلاً الحرور عموماً يعني ظلم الذي يضرمها ويؤذيها أهلاً أي مهارة اول مصريب أن يدفع الى البحر أول مهارة ووح سن لوّه أن فانه بين يسين أن يتوفر وكم فانه يسين إلى والمقرب فال见 أي أي ركز أن يتوفر برجاء تحب المتعاجل في تلك المدينة المتحدة يجب ان تحب مدينة لبما يبدو في صندوق الموايج. لديه أخذ مرة أخرى في النهاية. المرة أخذ مرة أخرى، مثل في عام ، نسخة عاما معمرات مع البولة مرة أخرى معمر ، وهذا صباح معمل في الأنفس وهذا ما تحصل الى أخذ. وهذا المرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى كانت مختلفة بجمع من التصليم. أخذ... هل الشغار؟ أخذ ماذا... الشغاري حدود له مولييته وعلى أني حدوده وآخر مولييته يعني فأنتي أختي وأذوبتي أختي أختي وأنتي أختي وأنتي أختي ومن المعلوم هذا البيت المتحدث عن هذا المقرر، ليس بيوم كما يقول الناس في التعامل ذلك المتحدثة في السيارات هذا المشارك يحدث في حالي هذا الشيخ يحدث عندما كان لفضل وانا لا يشبها لديها لا يشبها لديها أشخاص لفضل الوحيد ولكنهم فقط فقط يشبه في المساعدة لكما يشبه المشارك هذا هو الشيخ ذاتنس والشيخ يقولون بأنه يقولون أن هذا يطال إذا كنت تلك كبير من الأشخاص الأخير تتعني وإنهم يقومون بها ثم تتعني الاشخاص بها ويتتمنع تقول إلى الآن يعني ما استعدت فهل يجوز أن تتكلم معه وأن تواصل نعم إذا كانت من باب الاستيضاح ومعرفة بعض الأمور التي تخفى عليها لا مان لكن بحضور وليها وإذنه بحضور وليها وإذنه لا تكلمه بالهاتف وحدها ولا تخرجه معه وإنما بإذن وليها يكون معهم وحاضر وإستمع للمناقشة The shaykh said yes it is permissible for her to talk to him if there is something she needs to know if she is trying to find out something about him that will affect this marriage then yes it's permissible but with the condition that she has the permission of her wali and the presence of her wali she is in the presence of her wali he also said that it is not permissible for her to speak to him over the phone just like that alone تختلف العيوب عيب يبطل النكاح وعيب لا يبطل النكاح في عيب يبطل النكاح وعيب لا يبطل النكاح فإذا كان فيها مرض مزمن فهذا العيوب مبطل للنكاح وإذا كان المسألة تتعلق بمسألة جانبية كأنهم لم يسترطوا بيتا أو لم يسترطوا كذا وكذا وكذا فلم يسترطوه إذا كانوا قد ذكروه ولكنه ما ذكر بالعقد يعني ما ذكر بالعقد أنا أسترط أن يكون ماهلي بدل عشر وعشرين وما قالوا هذا وأجروا العقد وقالت أنت الآن مطالب العشرين في العقد عشرين مثلا ألف وعشر كذا فعندها هذه الحالة يعاد العقد من جديد ويكمل المهر ويكمل المهر أما إذا كان عيبا يتعلق بإمكان العيش معها فهذا عيب يفسق النكاح أو أن يكون الرجل عمينا يعني لا رغبة به للنساء أبدا فإنها تفسخ منه ولكن مهرها لا يرجع إليه منه شيء وإنما يرجع الزوج بالمهر على من غره أبوها أو الخاطب أو غير ذلك لا مثل 10,000 when they said they would give 20,000 in this case the akht, the contract is rewritten and the marriage carries on he said that there are other defects if they come to light that do he said for example if they get married but the man has no desire for women if he doesn't have any desire for women then yes this is something that would annul the marriage and she would keep the mahr and hold on to the mahr point to 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 point back our mother he said if an aunt was married, she got married and old هذا الرجل ليس أب لها من زوج قبل ثم هذا الزوج الذي طلقها هل يكون محرماً للبنت؟ يعني ربيبة له نعم ربيبة له ولو تزوجت الأم ثلاثة أو أربعة من بعده فإنه محرم لها وربيب قد تكونوا ربيب والأول والثاني والثالث والرابع كلهم الزوج الأول الثالث الثالث الزوج الرابع لأمها كلهم حارماً لها وتعتبر البنت ربيبة لهم ربيبة يعني بنت الزوجة بنت الزوجة ذو ش Terry said that in this case the question is that if your stepdad divorces your mom is he still your makron and the shaykh he basically said yes. he still remains your makron المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ويقال زوج إنسان لا يحسن أن يتكلم ويقال زوج إنسان طبيح أو رجل أعمى ما يبصر الطريق زوجه وقال لازم أنا راضيه لا ما ينزل إذا كان هو ما يرضى الأعمى لا يرضاه لأنها ابنته ويحبها وليد يكون زوجها من أحسن الرجال نعم واضح نعم واللوم حتى اللوم حتى اللوم حتى اللوم بعض الناس لا يبقى الأسود حتى الأمم يبيض وأسود يقول لا أبقى أسود نعم 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 لكن طبيعة الإنسان تأبى هذا الشيء طبيعة الإنسان الكريم وقد كرمنا بني آدم يعني كرم الأخلاق كرم الأفعال كما كرم الكلام كل شيء يقصد منه الإنسان أفضله وأحسنه والجماع له موضع معروف فلا يكون الفم موضعا للجماع الشيخ said that it's not impermissible but this is not something that is from the natural ways he said that excellence of character having a high standard of character prevents people from doing such a thing he said the natural way goes against this he quoted the ayah of the Qur'an where Allah says what means and we have given nobility we have given nobility to people he said that the ways in which one has intercourse they are known but this is not one of the normal ways in which it is done Allah is the khalid he is the al-bali he is the musawr I've been at 10 o'clock this morning it's now near 10 or 12 hours and alhamdulillah very very beneficial took a lot of notes and learnt a lot today basically Jazakallah I found the one that I comfort beneficial and beautiful masha'Allah alhamdulillah I find it very beneficial masha'Allah it's really good it's very beneficial because I met lots of brothers that I never met before different races from all over different parts of London can fall and die on drums like the one who was holding that to a burning coal يا رجاء أنا إذا انقطعت الأسباب يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا عظيم المن اللهم اشتركوا في القناة